نبدأ بالمؤتمر الصحفي إمبارح اللي كانت نهاية الجلال واللي كان فيه مجموعة من التصريحات عايز أعرف رأيك فيها يمكن نبدأ بمسألة المؤهل أو التأهيل النفسي للعيبة بيقول إن إحنا ممكن نستعين بتأهيل نفسي اللعيبة لكن مش عارف اللعيبة هتتقبل ده أو لا إنت شايف أهميته إيه بالنسبة للعيبة المنتخب واللعيب المصري بشكل عام وليه ممكن اللعيبة ما تتقبلوش بص خليني اتفع الأول أنا قلتها قبل كده بعد نهاية كاس أم الأفريقية إن لعبي منتخب مصر في أمس الحاجة للأخصائي النفسي للتأهيل النفسي تأهيل الذهني أهم من التأهيل البدني تماما خاصة بعد نهاية كاس أم الأفريقية الخسارة المريرة التي شفتها أمام السنغال يعني في حدثين ولا أهم واحد في نهاية كاس الأم الأفريقية والتاني كان في نهايات كاس العالم فإنت محتاج لتأهيل نفسي غير طويل للعبين نهيك على اللاعب المنتخب خلاص اللاعبة خرجت من جو مشحنات المنتخب محمد صلاح راح إنجلترا لعبت الأهلي والزمالك وباقي الأندية باقي اللاعبين راحوا لأنديتهم لكن تعالنا نقيس حتى على مستوى الناد الأهلي خلال الفترة الأخيرة لعب الناد الأهلي وكنت أنت مشكورة بتتكلم معايا في الفاصل في هذه المسألة وكانت مهمة جدا جدا لعبت الناد الأهلي في أمس الحاجة لتأهيل نفسي ليه لا أنا النهاردة أمام الوداد اتحطيت تحت ضغط نفسي وضغط ذهني وضغط جماهيري وإعلامي وتحكيمي والتحاد إفريقي غير طبيعي تماما حرب من البيانات اتجاه للمحكمة الدولية خسرت 2-0 عمر السلية ولو إني مش عايز أحكي تاني في القصة رمى الميدالية من كتر المشاحنات النفسية اللي كانت اللعيبة محطوطة تحت ضغط فبالعكس إحنا في أمس الحاجة لأخصائي نفسي وده معطار ربيف دول العالم كله يعني ده حاجة مش جديدة يعني يعني بداية مهمة جدا جدا مطش مهمة جدا إزاي نقدر نستفيد من مطش ده أكتر استفادة ممكنة مصر خلينا نتفل في الأول أنه النهاردة أنت عندك مباراة في غاية الأهمية جدا على مستوى إهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر إهاب جلال النهاردة أول يعني مفترض تكون أول شهادة ميلاد رسمية لي مع المنتخب الوطني طبعا تحدي كبير جدا جدا لإهاب جلال خلاص يعني عهد كارلوس كيروش انتهى البرتغالي له ما له عليه ما عليه إهاب جلال مدير فني وطني المفترض أنك انت خاطط فيه كامل الثقة أنه هو يعبر بيك لمرحلة الجديدة زي ما احنا بنقول الجمهورية الجديدة انت عايز توصل بمنتخب مصر مرحلة جديدة تماما تصل لنهاية كاسهم لفريقية اللي من الطبيعي أنك انت تصل إليها في كوتيفور ان شاء الله العام اللي جاي والمفترض أنك انت تفوس كمان بالبطولة فالنهاردة تحدي كبير جدا جدا لإهاب جلال أولا علشان الكل يشوف بصمة إهاب جلال لأنه يكون مركز معا بالمناسبة ومستاني يشوف فعلا اختياراته هنا أول ناس مركزين معا بالمناسبة أنا وانت وبساند كلنا الإعلام المصري مركز على إهاب جلال والإعلام مقسم طبعا عليه هل ده بيضغط عليه ولا لا طبعا بيضغط عليه كمدير فاني أنه هو محطوط أمام ضغط كبير جدا أولا التعامل مع كم من النجوم اللي عنده عنده محترفين عنده لعبة أهلي وزمالك التعامل مع اسم منتخب مصر أنه هو عايز يعوض المنتخب عما فاته في كاسهم الأفريقية والتأهل لكاس العامل في قطر أيضا عندك كمان التعامل مع الضغط الإعلامي والجماهيري يعني عندك ضغط جمهور عايز تصالح هذا الجمهور أنك أنت تبتدي تواريله أداء جيد نتائج جيدة فلازم تسعد هذا الجمهور أيضا الإعلام اللي يعني أصيب بحرق الدم بعد كاسهم الأفريقية وبعد مندياد العالم اللي ما وصلناهش في قطر فأنت برضو مطالب أنك أنت ترضي هذا الإعلام وتواريله أنك أنت مدير فني وطني قادر على قائد منتخب مصر طبيعي عظيم